أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الزراعي أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة لتخصص فن هندسة زراعية وحدة تركيب شبكات الرأي لا يخفى على أحد المشكلة اللي بيواجهها العالم كله من نقص المياه عشان كده كان توجه الدولة المصرية لإنفاق ملايين الجنيهات في طبطين الطرع والمصارف في كل الجمهورية عشان نقدر نقلل المهدور من المياه ونقدر نحافظ على المياه بالإضافة إلى المشروعات العملاقة اللي بتنشئها الدولة المصرية في محطات معالجة مياه الصرف كل المشروعات ديت سواء المحطات معالجة ماء الصرف واستخدامها في عمليات الاستصلاح الأراضي أو طبطين الطرع وقنوات الرأي في كل أنحاء الجمهورية الهدف منها أن نقلل الفاقد والمهدور من المياه من هذا المنطلق كان الاهتمام بأن نغير طرق الرأي التقليدية إلى طرق رأي حديثة فطرق الرأي التقليدية زي الغمر مثلا بتهضر كمية مياه كبيرة جدا أثناء استخدامها في المراوي وعلى النباتات وفيه جزء كبير جدا من مياه ديت بيتصرب إلى باطن الأرض ما بيستفيدش منه النبات وبالتالي كان التوجه إلى استخدام طرق رأي حديثة زي طرق الرأي بالرش وطرق الرأي بالتنقيد وحدة تركيب شبكات الرأي هنهتم فيها بدراسة تركيب شبكات الرأي بالرش وشبكات الرأي بالتنقيد وهنعرف تصميم شبكات الرأي سواء كانت بالرش أو بالتنقيد ومميزات وعيوب الرأي بالرش وكذلك مميزات وعيوب الرأي بالتنقيد خلال دراستنا لوحدة تركيب شبكات الرأي تعالوا مع بعض نبدأ العرض بتاعنا ونشوف الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة الرأي هو تزويد التربة بكمية مناسبة من الماء الرأي هو تزويد التربة بكمية مناسبة من الماء ومن شأنه المحافظة على مستوى رطوبة التربة التي تساعد على نمو النبات من غير رأي مفيش نبات من غير رأي مفيش نبات وبالتالي فالرأي هو ان احنا نضيف كمية مياه للتربة عشان نقدر نحافظ على مستوى رطوبي معين للتربة يساعد على نمو النبات طب ايه اهمية عملية الرأي؟ اول حاجة غسل التربة من الاملاح الزائدة عن حاجة النبات فعن طريق عملية الرأي بنغسل التربة من نسبة الاملاح الموجودة فيها او الاملاح الزائدة عن حاجة النبات يعني اول اهمية لعملية الرأي غسيل التربة من الاملاح الزائدة عن حاجة النبات اثنين بتساعد النباتات على امتصاص المواد الغذائية الموجودة في الطربة ازاي من خلال تزوبها بمعنى بيوجد في الطربة مواد غذائية هذه المواد الغذائية بتدوب في المية وبيمتصها النبات وبالتالي فان عملية الري تساعد النباتات على امتصاص المواد الغذائية الموجودة في الطربة من خلال تزويب هذه المواد الغذائية في الماء ثلاثة تنشيط البكتيريا تنشيط البكتيريا الموجودة في الطربة ليعوزين ننشط البكتيريا الموجودة في الطربة لتحليل المواد العضوية ثلاثة تنشيط البكتيريا الموجودة في الطربة لتحليل المواد العضوية أربعة يحافظ على درجة الحرارة الري بيحافظ على درجة حرارة النبات كذلك فهو يخفف من أسر السقيع الري بيحافظ على درجة الحرارة بتاعة النبات ويخفف من حدة أسر موجات السقيع طرق الري إيه الطرق اللي أنا بستخدمها في الري تعد المياه بأنواعها سواء كانت مياه جوفية أو أمطار سراً من أسرار الحياة بلا أدنى شك تعد المياه بأنواعها سواء كانت جوفية أو من الأمطار سراً من أسرار الحياة بلا أدنى شك وبسبب مصادر المحدودة للمياه ظهرت أهمية البحث وإيجاد طرق للري الحديثة وده اللي أنا قلت في المقدمة بتحتي إن طرق الري القديمة كانت بتسبب إهضار للماء طرق الري القديمة كانت بتسبب إهضار وفقد كثير للماء فتم إيجاد طرق للري الحديثة عشان الاستغلال الأفضل للمياه وتقليل كمية المياه المهضورة يبدأ بحثنا عن طرق ري حديثة للاستغلال الأفضل للمياه وعشان نقلل كمية المياه المهضورة طب اختيار طرق الري دي بيعتمد على إيه اختيار طرق الري بيعتمد على عدة أمور اختيار طريقة الري أو طرق الري أو الطريقة اللي أنا هروي بيها الأرض بيعتمد على عدة أمور منها توبغرافية الأرض اتنين هيكل التربة ثلاثة نوع النبات المراد ري أربعة مدى توفر المياه في المنطقة خمسة الأيد العاملة مهمة أول نقطة الأخيرة دي إن اختيار طريقة الري بيعتمد على مجموعة من الشروط مجموعة من الأمور عشان اختار طريقة الري اللي أنا هروي بيها الأرض لابد إن يكون قدامي مجموعة من الأمور أنا بصص عليها عشان أقدر أقرر إيه الأمور ديت توبغرافية الأرض الأرض مستوية الأرض مش مستوية شكل الأرض إيه توبغرافية الأرض شكل الأرض اللي أنا عايز أرويها إيه اتنين هيكل التربة التربة دي هي المسمية بتاعتها عالية رملية واللاطينية واللسلتية الهيكل بتاع التربة بعد كده نوع النبات أنا هزرع إيه النبات اللي هزرعه إيه واحتياجاته المائية مدى توفر المياه هل المنطقة اللي أنا عاوز أعمل فيها طريقة راي دي عاوز أختار طريقة الراي فيها فيها مياه كتير متوفر فيها مياه وهل فيها أي ده عاملة ولا مش متوفر فيها أي ده عاملة طرق الراي الحديثة اللي هنتناولهم بالتفصيل في وحدة تركيب شبكات الراي في وحدة تركيب شبكات الراي عندنا طريقتين الراي بالرش والراي بالتنقيد الراي بالرش والراي بالتنقيد هنبدأ الكلام على الأول طريقة من طرق الراي الحديثة واللي احنا استخدمناها بهدف اننا أرشد استهلاك المياه إننا ما يكونش فيه إهضار للمياه طيب بدأ استعمال هذه الطريقة الحديثة للراي واقصد بيها الراي بالرش بدأ استعمال هذه الطريقة الحديثة للراي واقصد بيها الراي بالرش في أواخر القرن الحالي وازداد انتشرها بعد توفر المضخات والمواسير والرشاشات التلاتة دول هم مكونات شبكة الراي بالرش لما توفر لي كفاءات عالية من المضخات ومن المواسير ومن الرشاشات انتشرت شبكات الراي بالرش طيب وحدة وحدة ومع بعض أنا قلت أنا عندي طريقتين للراي الحديث عندي طريقتين للراي الحديث الراي بالرش والراي بالطنقيد عندي طريقتين للراي الحديث الراي بالرش والراي بالطنقيد هبدأ الكلام بتاعي عن أول طريقة وهي الراي بالرش قلت ان استعمال هذه الطريقة الحديثة في الراي بدأ في أواخر القرن الحالي لكنها انتشرت بعد ذلك بسبب توفر كفاءات مختلفة أنواع مختلفة ذات كفاءة عالية من ايه؟ من ثلاث حاجات المضخات والمواسير والرشاشات لما توفر لي أنواع ذات كفاءة عالية من المضخات ومن المواسير ومن الرشاشات ازداد انتشار شبكات الراي بالرش وده حدامنا ده شبكة راي بالرش الراي المحوري شبكة راي بالرش طيب الفكرة اللي اعتمدنا عليها في تصميم شبكات الراي بالرش الفكرة اللي قامت عليها شبكات الراي بالرش بتعتمد فكرة انشاء شبكات الراي بالرش على محاكاة تساقط الأمطار زي حيث أن مياه الراي المضغوطة بندغط مياه في شبكات الراي بالرش بندغط مياه حيث أن مياه الراي المضغوطة مضغوطة يعني يعني أنا ضغطت مياه في شبكة الراي بالرش حيث أن مياه الراي المضغوطة في شبكات الراي بالرش بتصل إلى الموزعات بضغط كبير ما انا قلت ان انا ضغطها فتصل الى الموزعات بضغط ايه كبير نسبيا طب انا بتغطى عن طريق ايه مضخات زادة ضغط عالي عشان كده قلت لما توفر كفاءات عالية من المضخات ومن المواسير ومن الشباكات زاد انتشار شباكات الراي بالرش تاني بتعتمد فكرة الراي بالرش محاكاة تساقط الامطار انا عاوز اعمل حاجة زي تساقط الامطار عاوز امسل فكرة تساقط الامطار فاعملنا الراي بالرش ازاي بقى مياه الراي اللي انا باضغطها عن طريق بوسطة مضخات في شباكات الراي بالرش مياه الراي اللي انا باضغطها في الشباكات بوسطة المضخات بتصل الى الموزعات بضغط كبير نسبيا بتصل الى الموزعات وبيكون ضغطها كبير نسبيا هذا الضغط المتولد من مضخات ذات ضغط عالي فبتخرج من الرشاشات الى الجو فتخرج من الرشاشات الى الجو فتصطدم بالهواء فتنتشر وتسقط على سطح الارض في صورة رزاز او قطرات يبا حكينا المطر اذا المياه اللي بتوصل مضغوطة للموزعات المياه اللي بتوصل مضغوطة في خطوط الشبكة للموزعات بتخرج من الرشاشات الى الجو وبتصطدم بالهواء فتنتشر وتتساقط على الارض في شكل رزاز في شكل ايه؟ رزاز او قطرات من الماء مع استمرار عملية الرش بتصل هذه القطرات او هذه الرزاز لمنطقة نمو الجزور بتصل منطقة نمو الجزور الى المحتوى الرطوبي المطلوب او المرغوب لرى النباتات لرى النباتات مع استمرار عملية تساقط القطرات او الرزاز بتصل منطقة نمو الجزور او المنطقة اللي بتنمي فيها جزور هذة النباتات الى المحتوى الرطوبي المطلوب او اللي انا عايزه تاني هقول فكرة الرأي بالرش تاني اعتمدنا في فكرة رأي بالرش ان انا احاكي تساقط الامطار ازاي ان انا بضغط المية في شبكات الرأي عن طريق مضخات ذات ضغط عالي فتصل الى الموزعات بضغط كبير نسبيا وتخرج لي من الرششات الى الجو وتصطدم بالهوى فتنتشر وتصطدم بالهوى فاتنتشر وتسقط على سطح الارض في صورة رزاز او قطرات ومع استمرار عملية الرش ده هي بيصل المنطقة بتاعة الجزور الى المحتوى الرطوبي اللي انا عايزه او المرغوب او اللازم لنمو النباتات طيب هل ممكن استخدم شبكات الرأي بالرش دي في اي مكان ولا في شروط معينة ولا في اماكن معينة يفضل ان انا استخدم فيها شبكات الرأي بالرش اماكن استخدام شبكات الرأي بالرش الرأي بالرش هو احد انظمة الرأي الحديثة مع اخوه اللي هو الرأي بالطنجيت الرأي بالرش هو احد انظمة الرأي الحديثة والتي تستخدم لري المناطق الصحراوية ذات الارض الرملية اذا بيفضل استخدام شبكات الرأي بالرش لري المناطق الصحراوية الذات الارض الرملية لانها لا تستطيع الاحتفاظ بالماء لمدة طويلة فلو طبقنا فيها نظام الرأي بالغمر هيسبب فقد الكثير واهضار الكثير من الماء تاني بنتكلم عن اماكن استخدام شبكات الرأي بالرش او الاماكن اللي بيفضل فيها ان انا استخدم شبكات الرأي بالرش الاماكن اللي يفضل ان انا اصمم فيها شبكات الرأي بالرش فقلنا ان احنا يفضل ان احنا نستخدم شبكات الرأي بالرش في المناطق الصحراوية اللي التربة بتاعتها من النوع الرملي ليه؟ لان هي لا تستطيع الاحتفاظ بالماء لمدة طويلة نفزية بتاعتها عالية جدا لو استخدمت فيها نظام رأي تقليدي زي الرأي بالغمر هيسبب فقد وهدري كبير لمياه الرأي تمام؟ طيب وكذلك هي مناسبة ايضا في رأي الاراضي التي تروى بالرفع من الابار الارتوازية يعني الارض اللي انا برويها بابار ارتوازية يعني عندي ارض وعمل لها فحر لها بير ارتواز عشان ارويها بيه يفضل ان انا استخدم فيها شبكة رأي بالرش تاني النوع التاني من الاراضي اللي احنا نفضل فيه استخدام شبكات الري بالرش هي الاراضي اللي احنا عملنا فيها بير ارتوازة عشان ارويها منه وطبعا بيلزم ان انا استخدم مضخة عشان ادفع المياه من المصدر بتاعها اه لشبكة المواسير هي مناسبة ايضا هنقول تاني في رأي الاراضي اللي تطروى بالرفع من الابار الارتوازية الاراضي اللي احنا حفرنا فيها ابار ارتوازية عشان نرويها وفي الطريقة دي بيلزم دفع المياه من المصدر بتاعها اللي هو البير الارتوازي باستخدام ماتورز وقوة مناسبة بيتفحها فين في شبكة مواسير من الحديد المجالفن او مواسير بي في سي او مواسير من نوع بي في سي بتتناقص اقطار هذه المواسير تدريجيا كلما تباعدت عن مصدر المياه وتقسم هذه المواسير الى خطوط رأسية واخرى فرعية وتنتهي في النهاية بالرشاشات تاني المكان التاني او النوع التاني من الاراضي اللي بيفضل فيه اننا اصمم فيه شبكة راي بالرش هي الارض اللي انا حفرت فيها بئر ارتوازي عشان ارويها منه هي الارض اللي احنا حفرنا فيها بئر ارتوازي عشان نرويها منه في الطريقة دي بيلزم اننا عشان اخد المياه من البير الارتوازي واتفحها في المواسير بحتاج الى مطور زقوة مناسبة بيدفع الماء في شبكة من المواسير المواسير بتاعت اما من الحديد المجالفة والحقيقة ما عادش حد بيستخدم مواسير الحداد وفي الغالي بنستخدم مواسير بي في سي بتتناقص اقطار هذه المواسير تجريديا كلما ابتعدنا عن مصدر الماء عن البير الارتوازي بتاعي او ايا كان مصدر الماء شبكة مواسير رأسية الى شبكة مواسير فرعية بتنتهي بالرشاش طيب بعد ما اتكلمنا عن الاماكن اللي يفضل فيها تصميم شبكات الري بالرش هنتكلم عن انظمة الري بالرش انظمة الري بالرش انا عندي مجموعة من الانظمة ممكن استخدمها في تصميم شبكات الري بالرش هنتكلم بالتفصيل الآن عن كل نظام من انظمة الري بالرش وعن عيوبه وعن مميزاته ان وجدت عن مميزاته وعيوبه ان وجدت اذا بعد ما اتكلمنا عن الاماكن اللي بيفضل فيها تصميم شبكات الري بالرش او التي يفضل فيها ريها باستخدام الري بالرش هنتكلم عن انظمة الري بالرش اول نظام من انظمة الري بالرش هو الري بالرش النقالي الري بالرش النقالي او اليدوي الري بالرش النقالي اليدوي ولو بصينا في الصورة اللي قدامنا ديت اللي أنا جايبها ده شكل الري بالرش النقالي الفكرة فيه إن أنا ده خط المواصيل وطلع خط مواصيل الفرعية وطلع منه الرشاشات زي ما احنا شايفين وعملية الري واضحة قدامنا أنا بنجل الخط ده من مكان إلى مكان تاني يعني أنا الخط هنا لما بيعمل عملية ري للمنطقة ديت بنقله لخط تاني يبقى فكرة الري بالرش النقالي نقل الخطوط الفرعية من خط إلى آخر كلما تم الري الأول بيتم نقله للآخر بمعنى أنا خط المواصيل الفرعية ده لما بيتم ري الخط ده الأول الخط اللي هو موجود فيه بنقله إلى خط تاني لما يتم ري الخط التاني بأنه لخط التالت وهكذا عشان كده سمناها الري بالرش النقالي اليدوي اليدوي اللي أنا بنجله بإيدي تاني يبقى أول نظام من أنظمة الري بالرش الري بالرش النقالي اليدوي وهو عبارة عن أن أنا بنجل الخطوط الفرعية من الخط اللي هي موجودة فيه لما يتم ريه إلى خط تاني وهكذا تمام؟ تمام؟ طيب النظام التاني راي بالرش نقلي ولكن على عجل الفرق بينه وبين الري بالرش النقلي اليدوي التاني كنت بنجل الخط الفرعي من خط إلى خط بإيد بشيله بنجله من الخط اللي تم فيه الري إلى الخط اللي بعده وهكذا لكن الري بالنقال على عجل هنا ركبنا الخط الفرعي على عجل وبالتالي بحرك العجل لما الخط الفرعي هنا وما قدامنا بيتم راي المنطقة دي بحرك العجل لأرو المنطقة اللي بعدها أنظمة الري بالرش أو النظام قلنا الري بالرش النقالي اليدوي وفيه خط المواصيل الفرعي بنحطه في الخط لحد ما يرو المنطقة اللي هو فيها بننقله بإيدي الخط تاني اتطور النظام سوية فسمنها الري بالرش النقالي على عجل متدحلي الفرق بينه إن أنا جبت الخط المواصيل الفرعية ده ركبته على عجل متدحلي فبيتم راي المنطقة دي لما يخلص بحرك العجل عشان أرو المنطقة اللي بعدها وضح الفرق بين الري بالرش النقالي اليدوي والري بالرش النقالي على عجل متدحلي نظام الثالث الري بالرش النقالي بالمدفع المتنقل بالمدفع المتنقل لو بصنا لشكل المدفع المتنقل أو الري بالرش باستخدام المدفع المتنقل هنقوله إن هو بيحتوي على رشاش واحد أها عشان كي يسمناه مدفع بيحتوي على رشاش واحد بيدفع الماء إلى مسافات بعيدة نسبيا يبقى النظام التالي من أنظمة الري بالرش اللي هو الري بالرش النقالي بمدفع متنقل مدفع متنقل عبارة عن مدفع بيحتوي بنسموه مدفع لأنه هو بيدفع الماء إلى مسافات بعيدة على آآ رشاش واحد الرشاش واحد ده بيدفع الماء الى مسافات بعيدة نسبية ولو ركزت في الصورة تلاقي انه مسبت على عجل عشان ننقله من مكان الى مكان اخر اذا هو احد هو تبع انظمة راي بالرش الايه النقالي. تاني. انا قلت تلات انظمة من الري بالرش النقالي. الاولان وقلت الري بالرش النقالي اليدوي. وقلت ان انا بنقل الخطوط الفرعية بايدي من المنطقة اللي بيتم رايها للمنطقة تانية. بعد كده قلت الري بالرش النقالي على عجل. وقلت هو نفس الفكرة بتاعة الري بالرش النقالي اليدوي. ولكن ركبنا الخطوط الفرعية على عجل عشان ننقلها نزقها بالعجل ده ما نشلهاش ننقلها من مكان اللي بيتم ريه الى مكان اخر النظام التالت وهو ريب رش نقالي ايضا ولكن اسمه ريب الرش النقالي بالمدفع المتنقل وظهي ما هو واضحه قدامنا من الصورة اللي في الفيلد ديت انه هو عبارة عن رشاش واحد رشاش واحد مسبت على على عجل الرشاش ده بيتصل بخط مياه فرعي بيدفع الماء لمسافات بعيدة نسبيا الرشاش ده بيدفع الماء لمسافات بعيدة نسبيا لما بيتم ريه المنطقة ديت بننقله الى منطقة اخرى ثانيا الري بالرش دائم الحركة ثانيا الري النوع التاني من الانظمة نظام الري بالرش دائم الحركة واول نوع في نظام الري بالرش دائم الحركة الري بالرش المحوري الري بالرش المحوري فيه يتم الري بالرش عن طريق تثبيت رشاشات المياه على اطراف الخراطيب المتدلية والقريبة من الارض ركز معي ركز معي لحظة في الصورة اللي قدامنا دي دي شكل شبكة الري بالرش المحوري دي شكل شبكة الري بالرش المحوري وفيها بنسبت الرشاشات اهي اللي عليها السن الموز دي الرشاشات اللي عليها سن الموز دي بنسبت الرشاشات على اطراف الخراطيم ادي خرطوم متدل اهو ادي خرطوم متدلي ادي خرطوم متدلي من الخط الفرعي ادي خرطوم متدلي من الخط الفرعي بنسبت على الطرف بتاع الخرطوم المتدلي رشاشات المياه وبتكون قريبة من سطح الأرض تاني الريب الرش دائم الحركة أول نظام فيه الريب الرش المحوري فيه بيتم تثبيت الرشاشات وفيه بيتم تثبيت الرشاشات على أطراف الخراطيم المتدلية من الخطوط الفرعية بحيث تكون هذه الرشاشات قريبة من الايه واضح قدامنا الرزاز اللي طالع من الرشاش واضح ان هي لو ركزت في الصور هتلاقي ان الرزاز طالع من الرشاش وان الرشاشات قريبة من الايه ادي رشاشها وشايفين ادي مجموعة الرشاشات المركبة في طرف الخراطيم اللي احنا ركبناها في طرف الخراطيم المتدلية من الخطوط الفرعية يبقى خطوط فرعية متدلة منها خراطيم في طرف الخرطوم ركبنا الرشاشات بحيث تكون هذه الرشاشات قريبة من الأرض ده الري بالرش المحوري اتنين الري بالرش المحوري العادي الفرق بينه وبين الري بالرش المحوري بين الري بالرش الفرق بينه وبين الري بالرش المحوري ده سبتنا الرشاشات فيه على خرطيم متدلية من خطوط الفرعية بحيث تكون قريبة من الأرض لكن في ده سبتنا الرشاشات على مستوى مرتفع من سطح الأرض بالرش المحوري العادي والري بالرش المحوري والرش المحوري الفرق بينهم ان في الري بالرش المحوري لكن في الري بالرش المحوري العادي بيتم تثبيت الرشاشات على مستوى مرتفع من سطح الأرض بيتم تثبيت الرشاشات على مستوى مرتفع من سطح الأرض لترسيب المياه على صورة مخروط المية لما بتنزل من الرشاشات وهي أعلى نتيجة لاستضامها بالهوى بتنزل على شكل مخروط بتكون قاعدتها على سطح الأرض مخروط بتكون القاعدة بتاعته على سطح الأرض تاني اتكلمنا عن الري بالرش النقالي أولا سواء كان اليدوي أو على عجل أو المدفع اتكلمنا في أولا عن الري بالرش النقالي وقعنا ان فيه تلات أنظمة من الري بالرش النقالي أو تلات أنواع النوع الأولاني الري بالرش النقالي اليدوي وفيه اننا بروي بروي البنطقة اللي موجود فيها الخط الفرعي ولما ننتهي من رأي المنطقة دي بنجل الخط الفرعي بإيدي إلى منطقة جديدة وقعنا حصل تطوير شوية للري النقالي اليدوي إلى الري النقالي على عجل ركبنا الخطوط الفرعية دي على عجل بحيث أن لما ننتهي من رأي منطقة بنزوء العجل ده لنروي منطقة جديدة النوع الثالث من الري بالرش النقال كان الري بالمدفع وفيه قلنا أن بيتم تركيب رشاش على عجل الرشاش ده بيكون تصريفه عالي وبتصل المياه بدغتها عالي جدا لمسافات بعيدة لابن ننتهي من رأي المنطقة دي بننقل المدفع أو العجل بنزوءه إلى منطقة جديدة ثانيا نتكلمنا عن الري بالرش دائم الحركة الري بالرش دائم الحركة وقلنا أنه هو نوعين الري بالرش المحوري والري بالرش المحوري العادي الفرق بينهم أن الري بالرش المحوري سبتنا خراطيم من الخطوط الفرعية وفي النهاية الخراطيم دي سبتنا فيها الرشاشات فكانت الرشاشات قريبة من سطح الأرض فرق بينهم أن في الري بالرش المحوري في خراطيم بتتدلى من خطوط الفرعية في نهاية الخراطيم دي سبتنا الرشاشات وبالتالي الرشاشات بتكون قريبة من سطح الأرض أما في الري بالرش المحوري العادي سبتنا الرشاشات على مستوى مرتفع من سطح الأرض سبتنا الرشاشات على مستوى مرتفع من سطح الأرض طب الهدف من كده إيه؟ عشان المياه تنزل على شكل مخروط قاعدته على سطح الأرض لترسيب المياه على صورة مخروطية قاعدة هذا المخروط على سطح الأرض ثالثا الري بالرش السابت نظام الثالث أن أنا أعمل شبكة ري بالرش سابتة أن أنا أعمل شبكة ري بالرش سابتة عن طريق تثبيت شبكات الري عن طريق أن أنا أثبت شبكات الري وتوزيعها حسب تصميم الحديقة أو المزرعة هنا أنا بصمم شبكة ري زي ما أنا شاف هنا تصميم شبكة ري موجودة في مزرعة أو في المزرعة هنا بصمم شبكة ري سابتة ما تتحركش هصمم شبكة ري سابتة وتصميم شبكة الري ده بيتوقف على شكل الحديقة اللي عندي أو شكل المزرعة بتحتي أبعاد المزرعة دي إيه حدودها شكلها إيه مساحة المزرعة دي إيه عندنا تصميمات مختلفة لشبكات الري بالرش بنعمل شبكة ري بالرش بأبعاد تسعة في تسعة وعندنا شبكة ري بالرش بأبعاد تناشر في تناشر أو خمستاشر في خمستاشر طبعا بالمتر أو تمنتاشر في تمنتاشر وغيروها من الأبعاد على أي أساس بقولي أن أنا هعمل شبكة ري بالرش تسعة في تسعة أو تناشر في تناشر أو خمستاشر في خمستاشر أو تمنتاشر في تناشر بيتوقف الأبعاد بتاع شبكة الري بتحتي على حسب شكل الحديقة أو المزرعة اللي أنا عايز أصمم ليها شبكة الري تمام؟ يبقى شبكة الري بالرش السابت بنعمل بنصمم شبكة ري سابتة وأبعاد هذه الشبكة بيتوقف على شكل الحديقة بتحتي أو المزرعة بتحتي وقلت أن احنا عندنا مجموعة من الأبعاد تسعة في تسعة أو اتناشر في تناشر أو خمستاشر في تحمستاشر أو تمنتاشر وفيه أبعاد تانية كتير كل ده بيتوقف على شكل الحديقة اللي أنا عايز أصمم لها شبكة ري بالرش أو على شكل المزرعة اللي أنا عايز أصمم ليها شبكة ري بالرش طيب مميزات الري بالرش وعيوب الري بالرش تعالي اتكلم عن المميزات الأول الإسراع في عملية استصلاح الأراضي وزيادة معدل التوسع والتغلب على بطء عمليات التسوية يعني ميه الكلام ده؟ أول بيزا دية يقصد بيها إيه؟ لما كنا نجي نستصلح الأراضي الجديدة بناخد وقت كتير جدا في أن أنا أعمل لها عملية تسوية استخدام شبكة الرأي بالرش بيتغلب على بطء عمليات التسوية مش محتاج عمليات التسوية الدقيقة دي وبالتالي هتغلب على بطء عمليات التسوية لأنه مش هروب الغمر وبالتالي هيوصل للنبات في مكانه هيترش عليه على هيئة رزاز أو نقط تاني أول ميزة من مميزات الرأي بالرش الإسراع في عملية استصلاح الأراضي إزاي؟ لأن إحنا تغلبنا على مشكلة بتاعة بطء عمليات التسوية باستخدام طريقة الرأي بالرش تمام؟ الميزة التانية أكثر اقتصادا في توزيع الماء وأعلى كفاءة في تماثل توزيع الماء أكثر اقتصادا في الماء استخدام طرق طريقة الرأي بالرش مقارنة بطرق الرأي التخليدية فهي بتقلل الفاقد من الماء فذلك فهي أقصر اقتصادا في الماء مش بس كده هي أعلى كفاءة في تماثل توزيع الماء على النباتات يعني هي فيها المستين اللي أنا عايزهم أول حاجة أن أنا ما بهضرش مية اقتصادي في استخدام المية وده الهدف الأساسي وغير كده كمان إن فيها كفاءة عالية في تمثيل توزيع الماء على النبات يعني كل النباتات بتاخد المياه بنفس المعدل ثلاثة تقليل نسبة الفاقد بالتصرب من مياه الرأي المستعملة وبذلك يقل المعدل للسنة والارتفاع مستوى الماء الأرض الناتج من تصرب جزء كبير من مياه الرأي زي ما قلت في المقدمة بتاعتي إن طرق الرأي التقليدية وخاصة الرأي بالغمر كان بيؤدي إلى فقد كبير جدا من مياه الرأي سواء في المراوة اللي أنا سواء في المراوة اللي بتمشي فيها المياه لحد ما توصل للأرض أو سواء للنباتات اللي بتنمو الحشاش اللي بتنمو على جانب المراوة دي أو سواء كمية المياه الزايدة عن النباتات واللي كانت بتنزل في طبقات الأرض السفلة بتؤدي لارتفاع مستوى الماء الأرضي يعني مش بس استخدام طرق الرأي التقليدية كان بيؤدي إلى فاقد وهدر كبير من المياه كان بيؤدي أيضا ارتفاع مستوى الماء الأرضي نتيجة للتصرف جزء كبير من المياه ده الزايد عن حاجة النبات إلى الأرض لما استخدمنا طرق طرق الرأي الحديثة أو طريقة الرأي بالرش جللنا نسبة الفاقد بالتصرف من مياه الرأي جللنا نسبة الماء اللي بيفقد من مياه الرأي واللي بيصل إلى طبقات الأرض وبالتالي جللنا نسبة الماء جل مستوى الماء الأرضي اللي كان بينتج من تصرف المياه عند الرأي بالطرق التقليدية وخاصة طريقة الغمر طيب رقم ثلاثة تقليل تكاليف استصلاح الفدان إنه مش إحنا تغلبنا بس على الوقت وعلى المشاكل اللي كنا بلاقيها في استصلاح الأرض في استصلاح الأرض بإنه إحنا ما عدناش محتاجين نعمل لها التسوية الدقيقة لكن أيضا التكلفة اللي كنا تكلفة العالية التكلفة العالية اللي كان بيتكلفها المزارع لم يجي استصلح الأرض لما استخدمنا طرق قلية الحديثة ووفرنا عملية التسوية وبالتالي جلت التكلفة اللي أنا محتاجها لاستصلاح الأرض إذن ممنوذية الرأي بالرش إن تكلفة استصلاح الأرض قلت لإنه ما عدتش محتاج أصرف مبالغ مالية كبيرة جدا في إجراء عملية تسوية دقيقة لهذه الأرض رقم أربعة تقليل نسبة المساحة المفقودة في إقامة المراوي والمصارف وآلات الرأي كان بيبع عندنا مساحة كبيرة جدا بنستخدمها مساحة من الأرض الزراعية باستخدمها في إقامة المراوي والمصارف ومكان بنحط فيه الآلات كل ده وفرناه لأن أصبحت شبكة الرأي بالرش موجودة فوج النباتات وبالتالي ما عدتش في داعي ولا حاجة إن أنا أوقيم مراوي أو إلى إقامة مصارف وكذلك إلى إن أنا أسيب مكان أحط فيه آلات الرأي وبالتالي من مميزات آلات الرش تقليل نسبة المساحة المفقودة في إقامة المراوي والمصارف وآلات الرأي نمر اللي بعد كده تساعد على تشرب الأسمدة مع ماء الطربة لعدم تعمقها في البلل طيب تشرب الأسمدة مع ماء الطربة لعدم تعمقها في البلد الحقيقي الأسمدة والمخصبات لو إحنا ضفناها للنبات لما بنستخدم طريقة الرأي بالرش فبتكون إن إزابة الأسمدة والمخصبات دي لمكان جزور النباتات وبالتالي بيستفيد منها النبات أقصى استفادة فما بتنزلش الأسمدة والمخصبات دي إلى طبقات الأرض الصف ولكن بتصل إلى أماكن انتشار الجزور لقلة الماء أو بسبب إن المية النظام الرأي بالرش بيوصل المحتوى الرطوبي للجزور إلى المحتوى الأمثل طيب أو الطريقة التانية إن أنا بأستخدم الأسمدة والمخصبات لأضيفها إلى السمادات في شبكة الرأي بالرش فبيستفيد منها النبات أقصى استفادة إذا الممميزات الرأي بالرش إما إن أنا أولا إن هي بتساعد على تشرب الأسمدة مع تشرب الأسمدة مع ماء الطربة لأنها ما بتوصلش الأسمدة دي لطبقات الرأي الطبقات السفلية للأرض زي ما كان بيحصل في الرأي بالغمر أو إن أنا أضيف الأسمدة والمخصبات دي للسمادات اللي موجودة في شبكات الرأي وهنا بتكون الاستفادة منها أقصى ما يكون النمرة اللي بعد كده توفير الأيدي العاملة قولا واحدا إن الأيدي العاملة اللي محتاجها عشان أشغل شبكة رأي بالرش أقل بكثير من الأيدي العاملة اللي كانت بتستخدم في طرق الرأي التقليدية الميزة اللي بعد كده تساعد على الحد من أضرار ارتفاع درجة حرارة النبات مما لا شك فيه إن استخدام الرأي بالرش بيساعد على إن درجة حرارة النبات تقل وبالتالي الأضرار اللي بتنتج من ارتفاع درجة حرارة النبات بيقللها استخدام طريقة الرأي بالرش اللي هي بتسقط على النبات كله وبالتالي بتخفض درجة حرارة النبات وبالتالي بتقلل الأضرار التي تسببها ارتفاع درجة الحرارة على النبات زي ما قلت قبل كده يمكن استعمال المخصبات السائلة أو المزابة بواسطة الرأي الرزازي يمكن أن أنا أستخدم المخصبات السائلة أو المزابة أضيفها في السمادات وتوصل للنباتات عن طريق الرأي بالرش بجيب المخصبات بتحتي سواء كانت سائلة أو كانت بتدوب في الماء وبدوبها في السمادات وبتصل إلى النبات مع مياه الرأي لا يحدث تآكل أو نحرب الطربة نتيجة للرأي بالرش من مميزات الرأي بالرش المهمة جدا أنه لا يتسبب فيه من المميزات المهمة جدا للرأي بالرش أنه لا يتسبب فيه تآكل أو نحر الطربة ودي مشكلة بيعاني منها كل المزارعين اللي بيتبع طرق الرأي التقليدية بالغمر أنها بتسبب تآكل ونحر في الطربة كذلك بيهدم كيانها وبنيانها إذن من مميزات استخدام طريقة الرأي بالرش أنه لا يتسبب في تآكل أو نحر بالطربة كذلك لا يهدم كيانها أو بنيانها كما يحدث عند استعمال طرق الرأي السطحي النمر اللي بعد كده من مميزات الرأي بالرش يساعد على تثبيت البذور بسهولة وبسرعة من الحقيقة لما كنا بنستخدم طرق الرأي التقليدية وخاصة لو أنت البذور اللي أنت زراحها في الأرض تزراحها بطريقة النس فكان بسبب طريقة الغمر البذور بتعوم مع المياه تطفو فوق سطح الماء وبتتحرك من مكان إلى مكان تاني فبتلاقي فيه كسافة في مكان ما زيادة ومكان تاني بيكون فيه عدد قليل من النباتات ولكن استخدام طرق الرأي الحديثة وخاصة طريقة الرأي بالرش فهو بيساعد على تثبيت البذور بسهولة وبسرعة يساعد على تثبيت البذور بسهولة وبسرعة النمر اللي بعد كده يوفر الوقت ويساعد على تنظيم العمل بالمزرارع بطريقة عملية فيزيد انتاجها مما لا شك فيه ان استخدام طرق الرأي مما لا شك فيه ان استخدام طرق الرأي الحديثة وخاصة طرق الرأي بالرش هيوفر الوقت الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نروي الارض وبالتالي سوف يساعد على تنظيم العمل بالمزارع بطريقة عملية مما يؤدي الى زيادة انتاجها النهاردة اتكلمنا عن شبكة الرأي بالرش وعرفنا الانظمة المختلفة اللي بنستخدمها في شبكة الرأي بالرش ومميزات وعيوب وطريقة استخدام كل نظام من انظمة الرأي بالرش وفي نهاية حلقتنا اتكلمنا عن مميزات طرق الرأي الحديثة وخاصة طريقة نظام الرأي بالرش في الحلقة القادمة ان شاء الله هنتكلم عن طريقة عن طريقة اخرى من طرق الرأي الحديثة وهي طرق الرأي بالطنقيت هنتكلم عن تصميم شبكة الرأي بالطنقيت وكيفية تشغيل الشبكة ومميزات وعيوب طرق الرأي بالطنقيت اشكركم واتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في الحلقة القادمة